هل الأبيض عبية البيضة طوائع راسهم منظرهم ولا أروع من هيك صلوا وقعدوا هنا يقروا قرآن سبحان الله الله ألهمني يتلل معي يا شباب أخوي يتلل شو رأيكم هيك نروح نسلم عليهم هون شوف هدول منين جايين هل هن مسلمين أصلاً ولا أسلموا تعلم منهم ابنا لعندهم السلام عليكم وعليكم السلام هناك بيناتهم واحد يتكلم عربي مكسر الباقي كله منين أنتوا؟ نحن من ألمانيا أنتوا مسلمين أصلاً أم أسلمتم؟ فطلعوا بعضهم نحن أسلمنا الحمد لله حكونا قصتهم باختصارها حكونا بتفصيل يعني والله أخدت منهم درس ما بنسيل بحياتي هن أطباء دكاترة في منهم جراحين في منهم أطباء أدمغة أكثر شيء هنه؟ أطباء راس قال أحدهم واحد منهم واحد كان يسخر من المسلمين عندما يراهم ساجدين على الأرض بالطرقات بمصليات بألمانيا يصلوا ينتلى المصلة يصلوا بالطريق الناس وهذا نحن أبسي معنا هون سبحان الله نعم الحمد لله أن تنتلى الجامع كما قلت لكم عندما كانت بالدنمارك منشيد تتأس سبيع أربعة سبيع كان لائس فاضي ما في حتى الجامع على برا على الطريق أرسيف على الطريق سبحان الله فقال عندما يسجدوا على الأرض كان يسجدوا على الناس مثلاً كان يقول هو أنه ماذا تجي تنزع على الأرض هيك؟ ماذا تعملوه؟ كل من يرى هذا المشهد ينزعج إلى أن قرر أنه هناك فائدة هذا المشهد إنسان إذا عمل هيك فعمل دراسات دقيقة طبية علمية تبين معه أن الدورة الدموية تكتمل بالجسد كل ياته عند السجود وكلما الإنسان سجد قاعد يشرح لنا شرح علمي كلما سجد وطول بالسجدة ياته الدماء كله عم تنزل على الخلايا بيطلع من السجود تنزلت تعمل تجديد للخلايا تبعد عنه تلف الخلايا بيطلت انتلف الخلايا فبيكون أبعد ما يكون عن مرض زهايمير والأشياء اللي فيها خلايا دماغ قال عندها أي قند أنه هل يعملوه؟ مين طلب منه هذا الشيء؟ الله الخالق فعلمت أن هذا الدين ودين الحق قال نحن نطلق على أنفسنا مجموعة السجود شو هالكلام هذا؟ شو هالروعة؟ والله قمنا من الجلسة قدنا العشاء وهيك قمنا من الجلسة صار سجودنا له معنى أكثر تسجد تحس أنه يعني من الجلسة أسلم وراء السجد